مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدق أقوص الخطر مرة أخرى في سوريا وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها تحذر الأمم المتحدة من تردئ حالة حقوق الإنسان مع تفاقم الانتهاكات والتجاوزات في ظل تفشي العنف والإجرام في تلك المناطق تقرير الأمم المتحدة حدد تلك المناطق بالشمال السوري لما في ذلك عفرين ورأس العين وتل أبيض هناك وثقت الأمم المتحدة ما وصفتها بالانتهاكات الجسيمة بين عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات فضلاً عن عمليات الإخلاء القسري تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكد أن الاشتباكة بين الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة في صراعها على النفوذ تتسبب في وقوع ضحايا مدنيين وتدمير البنى التحتية فمد بداية العام الحالي وحتى منتصف سبتمبر قتل ما لا يقل عن 116 مدني من بينهم 15 إمرأة و20 طفلاً فيما أصيب أكثر من 460 مدني بجروح في تلك المناطق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثقت أيضاً عمليات خطف واختفاء مدنيين بينهم نساء وأطفال مصير بعضهم لا يزال مجهولاً الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة نهبت واستولت على منازل وأراضي تابعة لمدنيين وغيرها من الممتلكات الخاصة انتهاك آخر سجلته الأمم المتحدة مع تكرار الفصائل المسلحة تعطيل محطات ضخ المياه بما أثر على وصولها لنحو مليون شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها ومن يقتنها كذلك من النزحين